انتهى مؤتمر المانحين الدوليين الذي انعقد بداية يونيو الجاري بالسعودية وسط جدل حول نتائجه واتهامات للأطراف المنظمة له بالفشل فالمؤتمر الدولي الذي عقد لأول مرة بطاولة افتراضية إلكترونية لم ينجح سوى في جمع نصف المبالغ المطلوبة لسد الاحتياجات في اليمن مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دولار هو الرقم الذي تعهد المانحون لتقديمه كمساعدات للوكالات الإنسانية لتسهيل تقديم خدماتها الأساسية والطارية بما فيها تمويل برامج احتواء كوفيد-19 بحسب بيان الأمم المتحدة التي كانت قد قدرت منظماتها السقف المالي للاحتياج بمليارين واربعمائة وعشرة ملايين دولار بالنسبة للأمم المتحدة فإن الأموال الممنوحة لن تسد كافة عملياتها الإنسانية خلال 2020 فهناك 24 مليون يمني بحاجة للمساعدات العاجلة أي بنسبة 80% من السكان خصوصاً وأن هذا الدعم أتى في ظل ظروف حرجة تعيشها اليمن بسبب كورونا وبالتزامن مع تعطل أغلب أنشطة المنظمات الإنسانية مؤتمر المانحين الذي يعد الرابع حتى الآن يمثل بالنسبة لمحللين فشلاً إضافياً للسعودية التي أخفقت في حجد الدعم المالي المطلوب أممياً بعد رفض الإمارات المشاركة في التعهد وغياب بقية دول الخليج وقد حاولت السعودية التي تبرعت بنصف مليار دولار تبرير ذلك الفشل بجايحة كورونا النتائج المالية لمتمر المانحين لم تنرض الرئاسة اليمنية فنتائجها غير ملموسة على الأرض اليمنية وفق تغريدة لعبد العزيز جباري مستشار الرئيس هادي أكد فيها بأن المنح والمعونات الدولية لم تتجاوز سمع اليمنيين إلى واقعهم الواقع اليمني الملي بالحرب والجوع والأمراض ووباء كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر